المشكلة شوكة الدهان هو طبيبة شوكة الدهان بدأ يشكو فحجاله قل لي أنا كان والدي قاسي معي مشعرت بالعطوف وكذا فمن تعرفت بكامل الجادرشي فشعرته هو والدي فأنا من النصحة لسوي علف يقول لي لا أسوي يعني لا تتحركوا لا تدخن هو كان يدخن بذيك الفترة فأشوفه يدخن أقول ليش يقول لي ما يخالف يقول ما أقدر أقول لي لا شي ريدي أسوي إذا يقول لي أريد أطفر يعني هذا فأنا رح أسافر فخلي نجيب الدكتور آخر ونقترح فرحان باقر فأنت بهد له قلت له جين قاعد يدعني يا قلت له الدكتور شوكة رح يسافر بعد مدة فخلي نلقي الدكتور واقترح فرحان باقر ما جاوبني رجعت فد أسبوع أقل من الأسبوع كررت علي هذه هم ما جاوبني بعد مدة شوية صار عصبي علي قل لي لبعد لا تكرر علي هالشي ما فرحان باقر قلت له أحسن دكتور هو ودكتور معروف قل لي أنا شفته وجافه حصني فعلا يعني شفته متمرس ونظرته كل الصحيحة بس شفته يريد يرابني ويخوفني أنا أريد أبوت ما حد يخوفني شنو يخوفني لدي بالك بك هذا أنا أعرف إيش أنا ما قبل جيبوا لي أي دكتور بعضهم قال لأنه باقر ما قبل لا 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 نهائيا لأنهم